اشتركوا في القناة 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 نكتب بيها ورج والطريقة اللي أنا أقول عليها يدفع بيها ولو إني مش مجتنع بالحكاية اللي جالها دي طبعاً معلوم كل ده تدابير العجربة كريمة مش هتهمت إلا ما تاخد كل اللي هي عايزها لما تشوف حالة متودنة ريحت قلبي أخوي الحمد لله عشك عان أيها الله جعان يا زبريا هعمل لك حتة واكلة تجنناك سد الحالك أنا بقول البلد منور عليه الكبير وصل الحمد لله على السلام يا أبوي أطلع يسلمك مروا إزيك على لي الحمد لله عرفت أن عم يجي آه عرفت عايزيه كمان آه عرفت قولي يا أبوي هتعمل إيه ملكش صالح باللي بيني وبين أخوي يا أبوي أمي محتاج لازم أن نساعده وده هيجربكم من بعض الدرجة دي بتحب عمك؟ أيوة بحبه يا أبوي طيب شوف بقى اللي حقول لك عليه عشان تعرف أن أبوك عمره ما كان ندلة مع عمك وإني عملت له كل حاجة هو عايزها عمك هو السبب في مجدك أيوة جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها العبدالله عشان يبقى مبسوط جواز كريمة خديته عشان يعيشه في مصر قال له بلاش يا ولدي تقعد معانا لكن هو سبنا قال له لو مشيت مش هتعاود تاني ومشي دي حكايقة دي مكاوي يا أبوي احنا عبارة عن أيام بتعدي واللي بتعمله في حياتك هو اللي بيبقى لك يا أبوي أنا بقول لك حميم احتاج ولازم النقى في جنبه لازم النقى في جنبه يا أبوي قال لك إنه صادق أنا متأكد إنه مش كذاب حتى لو ما كانش كذاب بتاخد بالك واجه ميته خبط على الباب ميته أما حس إنه محتاج أما حس إنه ويجع وعايزناه مجاش عشان يسال ولا يتطمن وإحنا كمان لا كنا بنسأل عليهم ولا نفكرين فيهم كمان حتى لما كنت تدل لمصر وفوت عليه أحس عيونه عايزة تتكلم بتتمنى إنك ترفع ترفع سمعت التليفون عليه وتقول له تعالى ده أخوك يا أبوي مجاش ندمان على اللي حصل على مجدد انت طيب يا مران حقول لك حاجة حكمة ويعرفها اللي يصحب عليك يفكرك فهد ايه صعبا عليك عم ضله جوي طلعي لي تسدي الحانك فوق حاضر خبرية مروان مجد عمي ولا إيه يا أمه حسك عينك أسمع كنوبة تانية بتقول لابوك يدي له مالم فهم ولا له كريمة دي نفسهم ونعينها هتشوفنا مش لقين ناكل عشان تؤمر وتتعمر علينا دول بنات عمنا يعني لحمنا ودمنا يا أمه هممم؟ وما ألقى البكر هاي عاديم مجدد ت �حنا يدوب كنا بنشوفهم فهنا الحال ده مش يعجبني إن شالا ما عجبك اسمع كلام أبوك وخليك طوع يا إم providing يا مروان هكرسر دماغك اي دا اهلو وحشني زعلتي كوي لما مشيت وسبت على فكرة انت لازم تشوف لك حل انا مش عارفة انا انت شاغل بالي بزيادة انا عمري ما حسيت ان انا بحب الجو كده ماروان ما تخافش سيب نفسك ما تقعدش تحسبها في حاجات لو قعدت تفكر فيها هتلاقيها راحة منك ومعاتش ليها طعم ما تقعدش تفكر بكرة في ايه ولا هتعملي فكر بس ان احنا نبكوا مع بعض مبسوطين حتى ولو ليوم واحد انا عمري ما خفت يا فريدة ولا حسبتها زي ما انت حسبها بس لازم تعرفي انا عمري ما ظلمت حد انا هقول لك الحقيقة يا فريدة انت في بالي في بالي من زمان قوي بس انا مش من الرجالة اللي ايجروا ورا الحريم لا مش انا بس لما لما اتأكد من قلبي وابقى متأكد اني هكمل مع اللي حبيته اديه عمري يا فريدة اديه عمري يا لهوي بالي عليك ايه الكلام دي طب ما انت بتقوله تسدك وجعت قلبي بقول لك انت لازم تشوف لك حل انا مش حسيبك انا خلاص حطيتك في دماغي وانت ما تعرفش فريدة لما تحطي حدي في دماغها بتعملي اشوفك ميتا لا 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 انا لو عليك اشوفك دلوق وتيجي وانت عارف انا عايزي انت فعل السلام بقية بقية من تعجي الفجرية وديت بخدة وكوكوكو من الفجرية يا نخري سود انت عايز ستة جابرية تسود عيش وتعملي فضيحة مش فاضية جاعدة مع فوزية بيفكروا ازاي يدمروا العالم عالمه اللي هيدمروه دي هتدمرنانا طيب وانا عيش كيخ بقول لكيب خلاص انت وخدها حلوانة في سلوانة ولا ايه لا هي روحي انت لازم تقول لاخرت اللي احنا فيه دا ايه تبت بايخة وبتعاكن المزاج على فكرة وانت مش ناوي تجيبها لبر اشيبها لبر كيف وانت موجودة نتجوز ومالو صح يا حسن اه صح طب لعلمك لكنت بفكر في كده كنت جايد تفج معاك بس انت بتكفليني صح يا حسن صح يا حسن عبدالله انت لازم يا اخي تشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي وان كان علي انا مش حاسب حق بناتي ابدا كريمة بلا كريمة بلا بخيلة قال له اللي انا بتكلم فيه ده مش من حقك انت الوحدة ده من حق الولاية دول اقول لك يا كريمة انا معايش اتكلم في الموضوع ده واصل بابا عمي قال ان احنا ملناش حق لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ملناش حق فاحنا هنسكت ومش هنتكلم حقق ايه ده اللي بتتكلمي فيه يا ريتال من امت احنا بنتكلم في الحكاية دي؟ من دلوقتي لازم نتكلم فيها علشان نعرف لينا ايه ومناش ايه ها؟ ما ترضي يا عبدالله ليهم حق ولا ملهمش؟ ما بصليش كده يا عبدالله انت الوحيد اللي حدا يقدر تقوله ليهم حق ولا ملهمش؟ مالك خايف والان ليه؟ آه خايف لبناتك يكره عموم اتطمن وحط في بطنة بطيخة سيفي بيكرهوا عموم وما بيتقهوش يا ريامي انا مش عايش اسمع منك ولا كلمة وكفايا اللي حصل اتكلم يا عبد الله ليهم حقة ولا ملهمش ليهم كده البنات ليهم حاجة عند عموم ليهم بيوت وارض وانتجارة ومال مال وش حد السنة مش حاجة في قدام اخوها في المحكمة مش حاجة في المحكمة وقل القاضي اخوة مش عايزة ديني حاجة ووكله علي مش حاجة في المحكمة حتى لو قموا تمجوها يا كريم وانت حر في نفسك تمت مجوها تمدي ايدك تقول لله تشهد بس مش حر يا عبد الله فحق بناتك دول ومالهم يا ناس يا ناس مالي وان حر فيه لا يا بابا مش حر فيه وده مش مالك لوحدك ده معنا كلنا يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هتتنازل عنه يا بابا ولو ماما واخوتي هتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا وحق وهرده يعني هرده ها ما تردت ما تقول حاجة فاكن لما كنت بقولك يا عبطالله انت بتهننا وبتجرحنا لما تسيب حقنا وهو جابريا هي وولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الأزمة اللي احنا فيها ناس لفوق حين في جه مش عايزة اسمح حياتي لا يا عبدالله لازم تسمعني خلاص يا ماما أرجوكي كفاية لا مش كفاية يا عو عيدي لازم يسمعني انا ريقي نجف معاه يا ما قلتله روح يا عبدالله طالب بحقك بمراسك اوقف يا اخوك ما تخافش منه ما تعمل لش حساب زي ما هو ما بيعمل لكش حساب اوقف ورليه كرامتك ورلي ان انت قد وقدود وليك عنده حق وعارف ان انت خلاص كريم خلاص بتحزيني ايه حزيني ايه حزيني ان ايه بتلبعت مش هي حزيني يا كريم مش هي حجفل اخوي مش هي حيحصل حج ها ها بابا بابا تحمل Burak تحمل Alav تحمل تحمل أخوك في زنجة عبد الحكيم ويلهزن تجا في جنبه يعني إيه؟ أديهم قال إنهم الأبوية تاخد البنات ببعته بشمال ويمين فالآخر كل واحدة فيهم تتجوز واحد ملوش عازة ياخد اللي وراها ولي قدامها لساك بتفكر إياك لا بفكر على حاجة هو أنا مش عارفاك وعارف إيه اللي بيدور في راسك وعارف إن جلبك ممكن يحن ويلين عايز أنا أقول الحج الحج هو إننا ما نسيبش تعبنا وشجانا وشجابونا ونرميه في حجر الحريم ينطوروه شمال ويمين أنت عارف لو قلتها هالمرة داي مش هتسد الإحناك اللي هتتفتح عليك أنا سألت عرفت إنه مديوم فعلا يشيل شيلته مش هو اللي اختارها مش هو جالك زمان إنه مش عايز حاجة نسيت ولا فكرك يا عبد الحكيم إيه ويا ما قلنا له يا فوزين خلاص يا جلبوختك إحنا قلنا له أي جوالة كمان نسيت إنه هو جالك إش معنى إنت اللي تبقى في يدك كل حاجة نسيت إنه كان عايز يبيع الأرض ويدحك علينا اللي يسوع ولي ما يسواش يعني أنا مش غلطان لما قلت له لا لا طبعا مش غلطان غلط إيه الغلط إنك ترمي مالنا تحت رجلين كريمة وبناتها إيه عندك حاجة عندك حاجة يا فوزين حزة تتأخر يا زينما يقطعني يرايتني لك كلمت في فلوس ولا في مراس والله يا بنتي ما بتكلم عشاني أنا بتكلم عشان الورطة اللي إحنا فيها دي عشان يدور على حقه يشميك يا عبدالله والله عندي استعداد عطب في المدروم تاني بس عبدالله يباكوا ايه المابي خبط المابي خبط أه دكتور يا را إيه يا دكتور اتكلموا لحاجة خير يا دكتور إيه يا دكتور اتنيل المستشفى حالك دي جلطة جلطة؟ جلطة؟ أنا السبب أنا السبب أنا السبب أنا كنت أحسن كنت أحسن طب بقولك أنا عايزك تعود إنتي هنا وأنا هقوم بكل حاجة لا إنت تطلب لنا الإسعاب ورجلي على رجلك حالا العباية هاتولي عباية أهلاً أهلاً بسيد الرجالة عملالك وكل هتاكل صوابعك وراه أنت كنت فين؟ كنت فين إيه؟ كنت في المكتب مكتب؟ مكتب يا روح الروح أنت كنت مع واحدة واحدة إيه أنت التانية؟ شم عاوزك تشم زين يا والد عبد الحكيم إيه يا والد عبد الحكيم دي أنت إيه؟ أنت يا فوق تخلها خلاص أمك عايزة تجوزك صح؟ رحت معها المين؟ شفت مين وجعدت معها يا مروان؟ آه أنت تخبلتي خلاص تخبلتي؟ أنا مش خبلانة أنا عارفة أنا بقول إيه ومش حسيبك اللي لما تقول إيه أنت قلت معا مين؟ ده أنت تجنمت إيه؟ مش هتطلع يا مروان اللي لما تجروا تعترف إنت قلت معا مين؟ إيه بعدي من وجه دلوقت؟ أبعدانة عشان غير يجعد ما أنت خلاص؟ زهقت مني؟ وعايز تغير فرشتك واسم الله عليك محلوة ومسبسب ومشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك ديك يا أخواتي وطبعا حارمي البلد كلها مش شايفة غيرك أمال مال وحسب ونسب وأكبر عيلة في البلد تتمنى تجوزك بيتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفة كل حاجة وعي وشطرة يعني ممكن جوزك يروح منك في أي لحظة بسبب عميلك دي أمك اللي اختارتها صح؟ ناتية يا حبيبتي ما فيش حاجة؟ ما عايز يدك عني إيه قولك إن أنا هروح لأمك ومش هسيبها لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر إنه خلاص رجعت معاك البيت يبدوك ديه خلاص؟ لا يا حبيبي يا حتة من جلبي كله اللي كرمتي أنا رجعت هنه عشان أبوي يجال لي يرجعي لكن إن كان علي أنا مش عاوزة أرجع لبدة تاني هي وصلت لك ديه؟ أي وك ديه طيب انجل هي مع السلامة مروان؟ انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تسابها تغور؟ دي ما تسواش اللجمة اللي بتاكلها يا أخوي هي كانت تحلم تعيش في بيت زي ديه ولا تتجوز راجل زيك؟ عيني عليك يا أخوي من جوز هجربة؟ بخي يا أختي في أودانه بخي بسم الله ما هي نقصة؟ مش كفاية أمك؟ جرى يا بيت مالكك ديه عمالة تتشرطي وتتأمري فيكي إيه؟ وقفة كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ ما تغور في دهية ده الباب يفو بجردن سلسل زيك ده أنا أكثر وراكي خمس بلاليس مش بلاليس واحد بلاليس؟ يا غدية حلوة يا جميلة فيها يا بيت؟ تبت مد يعدك على بيت ايه؟ فيه ايه؟ أنا مش بيت أنا اسمي نادية واللي هيغلط فيها بعدك ده واللي يقول لي كلمة مش عشباني هرد عليه بعشرة بعشرة ايه؟ بمية مية عفريت لما يتنططوا كده ونططوك زي اليايا ينططوك يا بعيدة يا مسحتنا اللي عاملة زي المعزة السايبة اللي اللي على حامل وأنا بارس مين دي يا رت؟ مين دي اللي عاملة زي المعزة؟ حلو جاوي عملته ربطية علي ده نظف جدام عشرة زيكم وحيا دمك صح؟ علميها العدب يا فوزي لا 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 يا عمتي الشيبت شو بده جديد شو فيلك واحد جديد الغل وكي جلبك وشاي لو معبي يا مني عشان أبوي مارضيش يتجوزك وسابك اتعنسي خليكك ده اهري مانا بنت اللي رماكي ولا عبرك مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ دم هاتل تزعليش يا حبيبتي ده كلبه ولا يوسفه وانت اللي رميته عشان تاخدي سيد سيده اهري قاسب أببي اللي ما سايبك روحي مين الحاجة يومة دي هتخلص عليها؟ أحسن اقتلوا بعضه ونخلص منهم التنين ترجمة نانسي قنقر قاسب ترجمة نانسي قنقر الو ايو مين معاي مش دي نمرت عبدالحكيم يعني حسن ولده مين ساعتك انا رتال بنت عمك يا حسن ايه بالتعمي خير فيه ايه حصل ميتة دي طيب اهدي اهدي ان شاء الله خير احنا هنجيلك على طول ما تجلجيش كنتي بتكلمي مين ما تكلم حسن اللي عملك ليه بقى ان شاء الله مين الليك تعملي كده يا رتال مش لازم حد يقول لي عمليه وما عملش ايه هو احنا مش اهل لازم يجيوا يشوفوا احنا فينا ايه بس الده غلط مش صح لا مش غلط الا انا عملته ده هو صح مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا مكناش بنكذب عليه ولا حاجة انتي بتشحد يا رتال بشحد لا ما بشحدش بس بفكر احنا لينا حق لينا حق يا شهد ابوكي سابه زمان مش هين فايحنا نسيبه دلوقتي وده وقت الكلام ده اه وقته وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد انتي عايزة ايه عايزة تلاقينا على الحديدة مش لاقيه ناكل وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات احنا كله ده بنشتغل يا رتال شغل ايه وزفت ايه ده انا اللي كنت باخده من بابا في اوم بمرتب سنة يا بنت انا كنت بروح شغل هانم بحدش كان يقدر يقول انت بتعملي ايه مش فاهمة اصدك ايه يعني العزة اللي انت فيه ده الناس اللي كان بتقولك يا هانم اللي كان بتفتح لك باب العربية كل الناس دي مش هتلاقيه اول ما تبقى ينفنسة يا شهد مش هتلاقيههم